السلام عليكم كلابنا ضمن سلسلة دورة سبحان البيئيزية الخاصة بالصوت السادس لا دادي اليوم درسنا خاص بالقصص الأدبية عندما يجب أن تعرفون قصتين بهج السادس لسوينغ والكناري عليهم من المزاري درجتهم 4 درجات أول ما نبدي أول قصة هي قصة سوينغ الأرجوح إرجوح الكاتب العراقي محمد أخذير أول الأسئلة حول الكاتب العراقي من كتب قصة الأرجوح؟ العراكي رأيتها محمد أخذير رأيتها الأديب أو الكاتب العراقي محمد أخذير أين ومتاويته؟ من أطلق بصره في 1942 يعني بمزاري حتى بس جواب لا يكن بيش كافة لا يكن بيش كافة ترجع بيش كافة أين درسه؟ أين درسه؟ أين درسه؟ في البصر أين درسه؟ أين درسه؟ أين درسه؟ أين درسه؟ بصر؟ إذا بدك تتية، يعني درسه؟ هو أصبح معلن، مدرس، وين؟ مجلة الأديب العراقي في مجلة الأديب العراقي تذكر السنة المعاتين لأنه خافي قبل المدى كنظر هو نعمل لي المتاع 1962 1962 جيد متى حصل على الشهرة في الشرق الأوسط متى حصل على الشهرة في الشرق الأوسط نقول يا أتيفين من دي ميدل إيست هم نظلم للسؤال جوابك after publishing his two short stories this wing and nowadays on this wing of rubar بعد ما نشر قصتين قصيرتين اللي هنا الأرجوحة والعزف على أوتار الربار in Beirut Arts magazine في مجنينة بيروت الفن المكان مالته أما تنظر لازم ينذكر هاي أصل على الشهرة في الشرق الأوسط نين سموا في الزبرايز سمني بعض جوائزه he has won many prizes لا تذكر اسم الجائزه وتذكر المكان مالته أو البلد وكذلك السنة سلطان العويس in United Arab Emirates in 2004 and the gold pair قلم الذهب from General Union of Iraq من اتحاد الأدباء العراقيين السنة كذلك ودودة في الزبرايين هاي الجوائز ما تهدت مين what are his best ways ما هي أفضل أعمالهم عدته طبعا بالمزارة يكون منك اتنين مثلا نقول لك لبلاكين دام منك السوداء 45 سرتيبريت 540 درجة autumn dream حلم الخريف guardians of faces وجوه الحدائق البراملش اللي هو تحمير وعنده بصرياته البصرياته هاي تنتبع عليها هاي نوفو نوفو يعني هاي رواية بقية من كلهم شورت ستوريز والبصرياته هاي نوفو هاي رواية these short stories are translated into قصة قصيرة مارتة ترجمت إلى الإنجليزية والروسية والفرنسية English Russian and France أوكي French now نجي إلى أسئلة حول القطعة أسئلة حول القطعة على القصر الأدبية بمدد الأدب وثلس وجوه شيني الأرجوحة the story is one of the best short stories واحدة من أفضل القصص الأدبية about war حول الحرب written by what does the story tell about عن ماذا تخبرنا هذه القصة بلاكس الحب كمالتها موضوع شنو it tells us about a soldier who has just returned from the helm of war والذي عاد تول من جحيم الحرب carrying a message حامل الرسالة for the family of his friend لعائلة الصديقة his friend صديقه علي was killed in a battle قتله في معركة معركه من الحرب leaving his mother تارك الأمه والزوجته and his little daughter وإدنته الصغيرة اللي يسمها حليم هذا ما تخبرني عني القصة أو هذا هو البلوكس الخاص بالقصة يجيس هنا when did the writer ride the swing متى تسأل عن وقت زمان تاريخ he wrote it after December 1967 war بعد حرب سيف 67 against Israel ضد إسرائيل how old was he when he wrote it قد كان عمره عندما كتبه 25 25 25 سنة write give a summary of this winning story اكتب ملخص لهذه القصة يعني قلنا بهذا خلنا نقول علي مثلا للاطلاع انه ما لانه يجيب لك كتابه كامل وهذه القصة احنا عدي الوضوع عدي شاء نعوض عن هذا الشيء فهذه قرائها مجرد القصة بس على المشيطين ها كم من كانت حليمة من كانت حليمة حليمة was Ali's daughter ابنة علي اللي هو العراكي الجندي العراقي مع من تكلمت حليمة في البداية she talked with her grandma مع جدته who came to Ali's house من أتى الى منزل علي his friend ستار صديقه ستار أجل لمنزل مارت why did ستار come to Ali's house لماذا أتى ستار الى منزل علي ستار came to Ali's house to tell his family of his death ليخبر عائلة علي بموته how did ستار try to persuade حليمة كيف حاول ستار إقناع حليمة بأن والدها قد قتل إن والدها قد مات he tried to persuade her that her father بأن والدها is like smoke تشبه الدخان and she can see him تستطيع ان ترا only when she closes her eyes فقط عندما تغلق عيونها and imagine his picture وتتخيل صورته وضيت حليمة's grand man gives ستار آت حليمة من إجا واثنين ومشنو جدتها شطته she gave them a love of breath أو تقول مثلا a heart love of breath رهيب حق من الخرص who was in the back من كان في الحقيبة لا تقول لي أنه ستار كان في الحقيبة لا اللي عفو علي لازم تقول ستار أخبر حليمة بأن her father was in the back بأن والدها كان في الحقيبة هو مو بالحقيبة بس هو أخبرها بهذا الشيء محاولتنا بإقناعها what moral lessons ما هي الدروس الأخلاقية does the writer try التي يحاول الكاتب to give in the swing أن يعطيها في الأنجوم الدروس سوي على شكل لقات صغيرة يقول هنا war destroys everything آت حق نجلس الدروس أخلاقية war destroys everything الحرب تدمر كل شيء war leads to nothing but death the abbreviation and destruction الحرب لا تؤدي لي شيء فقط الموت الحرمان والدماء especially childhood وخصوصا القفول it's a severe condemnation إنها إدانة قاسية condemnation of war من حرب it's a sincere invitation دعوة صادقة to sustain the damn family life حياة العائلة to make childhood secure لجعل القفولة آمنة and to love one another وأن تحب الله حد الآخر وهاي الترجمة للغاية موجودة هنا لك نقطة 14 the story is a short tragic locomic مثلا tragic locomedia locomedia اكيد هي ترجمة حزينة وليست مفرحة أو سعيدة طيب أجهز على التمارين المردودة في كتاب الطالب أكبر من كتاب الطالب بلستيلة هو أكو تمارين عن قصة الأرجح أول تمارين هو meanings معاني similar meanings give suitable meanings for the ways below number one crude simple and not skeptical بسيطة جدا condemnation الادامة severe refusal sustain الحفاظ أو الدع support emotionally محافظ عاطفية sway وارجح moves slowly from side to side depreciation الحرمان lose or lack vanish يختش يتلاشى disappears suddenly هنا مذنة المرادة سواق الاثنين could we agree the following statements جمال التالية with information from the text بين علوات الموجودة عندك بكتاب number one ستار came to his family's house to his friend's house أتى إلى منزل صديقه to بيش tell the family what has happened to his friend that he did بك يخبر العائلة مالذي حصل لصديقه علي الذي مات في معرفة زي in 1967 هذا التالي شنو نصح عرب سوارات والإسرائيل العرب كانوا خربوا مع إسرائيل ثلاثة ستار آنت حليمة eight أكل a hot loaf of bread رغيف حار من الخمس before lunch قبل الغداء four discuss how the visitor tried to convey his message to حليمة ناقش كيف أن الزاب حاول أن يوصل رسالته إلى حليمة زي شون قدر يوصله رسالة حليمة بأنه أبوها مات بدون ما يزدمها ستار used استخدم طريقة جيدة to convey لكي يوصل رسالته إلى حليمة ذات بألم her father was killed when he told her عندما أخبرها that her father was like a smoke بأن أبوها كان مش بيدخل and she could see him تستطيع أن تراه when she closes her eyes عندما تغلق عيونها and imagine أوكي طبا نجي السؤالة قصة الثانية اللي هي قصة الكنادي للكاتبة اليوزندية كاثرين مانسوط نمبر نمبر أول ما رجل إلى حياتها هو أو what was كاثرين مانسوط من هي كاثرين مانسوط محدثة she was aware loan مشهورة modernist محدثة writer كاتب short fiction قصص قصيرة إذن كانت كاتب مشهورة ومحدثة القصص القصيرة هالبنسب الحياة البيرتو أين ومتا انتقلت؟ لماذا؟ انتقلت إلى لندن عام 1903 لتعلم موسيقى في الكلية الملكية في الكلية الملكية ماذا أصبحت؟ انتقلت الناشر أو المحرّة لصحيفة الكلية أين ومتا انتقلت؟ متى وأين سافرت؟ بين 1903 و 1906 كانت عامة يوروب حول أوروبا ثم عادت إلى نيوزلاند وبدأت بكتابة القصص القصيرية وهذا عبتنا ترجم معرفة نمبر سبب أين ومتا انتقلت؟ متى أماتت؟ في أي عمرة؟ ما هو السبب؟ انتقلت في جنواري 1923 ومتا انتقلت في جنوار 35 عمرة 30 سنة لأنها أصبحت مرية لدي مرد اسمه مرد السنة ماذا ماذا اشتهت؟ ماذا اشتهت؟ ماذا اشتهت؟ ماذا اشتهت؟ مجموعة مجموعة من القصائد وقصص القصيرة وخاصة وخاصة النعيم وحفلة الحديثة نجيسة إلى اسئلة حول القصة ماذا الأمر موجود على الحق يسل عن مكانك طبعاً كانت تعلق بطير الكنالي في يمين الباب الأمام ماذا يسمع الكاتب ماذا يسمع الكاتب ماذا يسمع الكاتب في الكاتبة أحياناً المكاتب يسمع الجيران يقولون يجب أن يكون هنا قفص يعني يكيد هنا تكون هنا قفص من المعلق من هذا المكان وهو مكان المسماء كيف كان الكنالي كيف كان غناء الكنالي كيف كان غناء الكنالي الكنالي رائع بشكل رائع فقط هايات المكاف من النافذة من النافذة ماذا أبتعد الكاتب أن يرى من النافذة من النافذة من النافذة من النافذة موجودة بسياجة يعني ينتكي على السياجة أمام شجرة البرتقال المزيفة الشجرة الصناعية ماذا أعتاد الكنالي أن يفعل عندما ينهي الكاتب أموره المنزلية في المساء الكنالي يستخدم الكنالي يقفز ويقفز ويقفز من البرتقال الغصر إلى البرتقال الغصر إلى الغصر أو العود آخر في القفص ماذا يمكن أن ينهي شيء على الشخص نعم يجب عليه ذلك تقريب الأزهار صف الأزهار الأزهار حلو وصف إياها الأزهار تتعاطف جداً لكن لا تستطيع كانت الأشجار تستجيل بشكل رائع في شيء حلو لكن لا تستطيع ولكنها لا تتعاطف مع هذه المركة ومع المشكلة التي عتها هذه المركة لماذا كانت الوصر تتعاطف أكو كان نجمة بالمساء دائماً كانت فوقها الكاتبة لماذا قصد أنه رب تدية نفسها أو نتحشي قصة ضالتها ليش هاي الكاتبة نست هاي النجمة تتعاطف تتعاطف عندما أتى الكناري إلى حياتها عندما أتى الكناري نجحة سلاسة آخر تسعاد بداية القصة بداية القصة من جاء إلى الباب ولماذا؟ من جاء إلى الباب ولماذا؟ الرجل الصيني إلى المنزل الباب إلى المنزل الباب بيرس في الساعة وكان هناك كطيور للبيع ماذا تذكر الكاتبة كناري كناري كم شاب كان موجود عند الكاتبة أو عند المنزل كان يعيشون مياها كان هناك ثلاث شباب موجودين في هذا المكان قد تكون هناك أجرى هذا المكان أو قد تكون هم أعمال اللي هم مقابل ذقت ما مضح هذا الشيء للقصة كان هناك ثلاث شباب ثلاث شباب كان موجودين ماذا تذكر الكاتبة اللي ربت المنزل تضع واي ولماذا؟ تذكر الكاتبة صحيفة على زاوية المنزلة لتضع القفص عليها على زاوية المنزلة لتضع القفص عليها هل كان رفيق مثالي إلها؟ نعم كان هناك 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 في الدخاء من كان هناك السلاء كل مقابل من كان ياتذي العشاء كل المنزل The writer's في المنزلة الشباب الثلاثة What idea do the people have of Bear الشنية؟ الفكرة الناس العامة People have the idea بارد كبير مخلوقات صغيرة مخلوقات صغيرة بلا قرد هذه الفكرة التي عند الناس العامة هل مات الكناري؟ نعم مات الكناري؟ نعم هل يتفكر بأي حيوان أليف؟ أي حيوان أليف؟ أي حيوان أليف؟ كبت عرف الشيء؟ نسمي بيت لا، لا تريد أن تفعل ذلك يعني بعد ما رعان الكناري بعد ما رح يتفكر بأي حيوان أليف؟ لماذا قلبها شعر بالخواء؟ فارج فارج عندما رأت الكناري وهو يوت نجيسي إلى أجوبة أسئلة الكتاب الستودونت بوف واحد معتني هل تجد بأنه من السهولة أن تعاطف مع المرأة؟ هل تجد بأنه من السهولة؟ لماذا؟ أو لماذا على رتاقب؟ خلي نجيسي نعم لأنها تجد بأنها تحضر كأنه من السهولة لأنها عملت الكناري وكأنه ابنها العزيز ولكنها فقدته في النهاية نعم ثلاثة مورّع عند الانات الأمور محبوظات مرادة محبوظات تنزل بأسوار تريد التقسير تنزل المنزل السوق تقلق ملحق الأشياء تنزل어요 تحتاجها ت exploق بالعودة ممتنة شاكر ومثنة ني تاجي مربوط بريشوس بيرابل ثمين ذو قيمة واندر اصب ثور اباو تسفكر في سأل عنه اوكي زلني مجرد انه نعرف معناه فقط يعني المطالب نعدي انه هو ان يسألهم مرادفات يعيد عليهم خاطر الموجودات في القصة وانتني معنا من ممالتهم افتر ماي تاين بعد موتها يعني يقول ذاعد وقت يعني بعد موتي قامي تاني هنالدال على الديف ثاني تغماء خدناها بيحدة قولة نارك المصطفى سكولد يوبخ يربخ 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 سفر عشاء تحمله للطاط فوترينغ يعني رفرفة يرفرف الطير دروسي نعسان يعني هو قاع كيش مثلا حزب النعاص التوكس يعني متسوس بشيء ما دريس هو المخيف وهلو اللي هو الفارغ أو الخاوي الفراغ او الخوار هنا عنده مرادفات خايبيه مرادفات هواش يعني شوية شو تزير بعد موقع بعد موقع بعد موقع أجزع طيامين يخفز في مكان مكان بيعت مقعد مكان أو عش بيعت عاجل إجزيست متأنا متأنا شوية شوية يتعاقف 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 ملاقس سكراب سكراب يكشط فاتشه معينة نموف التواخر التراعب السكوية شوية الشطيام هذا نوع من نباطها اجزاجرات يعني made more important than it really is مبالغ به سوي أهم أكثر ما هو الثغير Creator يعني مخلوقات أبحاؤنا الصغيرة أي مص Outful Outful upsetting معنى terrible مزعج مرعب Spine كتجسس Watching here seriously أنت جسس عليها بالقل Dim Dark أو lifeless باحث أو خافط ما دي حياة The wrong is called up اللي هو عصرة أو شدة أو فتح رقم خمسة Try to use five of the ways of the glossary in the sentence of your own خمس من المفردات الحلوة اللي يتعجبك سنجم الجمل هذه السوحلة هنا مثل هو أجزة The beard makes a hope عندك هنا البرش معناها البرش عنها القصن أو العش مثلا I saw a small bird and its birch There are many animals حيوانات from the farm that build the tree is very beautiful الطير هالي جميل مثلا We remove the dirt from the floor the floor اللي هي الأرضية آخر شي نجيه نان هسر وقل في رهاي أدنا هنا Choose three phrase اختار ثلاث عبارات and the story بالقصة التي تكون أسطورت إن الصورة قوية لك نختار في الصور الحلوة اللي اخنا مثلا جذبتنا هالصور أو جذبتنا نوعا مثلا The perfect company شراكة مثالية هذه العبارة gives me تعطيني strong image الصورة قوية بكوت لأنها shows the relationship تبين العلاقة بين الناس والحيوانات غير جميل تبين العلاقة بين الناس والحيوانات 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 قلبي شعر بالخواة كما لو أنه قفصه هذه العبارة also strong image which means that the woman's heart قلب المرأة has lost the canary so it's empty خسر الكناري إذن هو فارق أخوة I can't describe it لا يمكنني وصفه وشيوانات نصفه shows the huge love الحب العميق الضخم that woman has الذي ملكته أو تبينكه المرأة to the canary إلى ال canary انتهت good luck for all جائر الغرابي you are welcome thank you very much أوكي طلابنا تماشيا أنا أشرح الأرجوحة والكنالي أكو عدي نماذج أسئلة وزارية وزارية تربية هاي نماذج صدرة كوية المنهج 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 الجديد بيها مجموع ملاسلها ماتينة طبعا عليها أولا بالنسبة للسوين لأرجوحة صوركم واحد what does the story the swing stress on على ماذا تركز أو تشدد قصة السوينج الأرجوحة the story stresses on that منذ جوابك war destroys everything الحرب تدمر كل شيء at least to not think لا تؤدي لشيء فقط death الموت deprivation الحرمان and destruction والدمار نقطة لقم اثنين the two main characters الشخصيتين 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 الرئيسيتين بالقصة الرئيسيتين الرئيسيتين مين؟ قصة السوينج يا هم؟ هم ستار وحلق هم شخصيتين رئيسيتين الملدات بقصة السوينج الرئيسية المصاد الرئيسيتين الرئيسيتين رقم اربعة رئيسيتين الرئيسيتين شخصيتين خصيون المصاد رئيسيتين رئيسيتين بسطري، ماذا يخبرنا عنه؟ هم موجودة عندنا، خذناها، نفسك، الشيء ما تم موجودة لنجي سنال، اختر الجواب الصحيح The visitor, describes the child's father, asked smoke the water to suppress that her father had gone forever يكي يبين لأن الموقع قد اختفى للأبد أكيد إنه وصفة كدخان The swing is considered, تعتبر أمجوحا Tragic, no comic story أكيد تراجيك حزينه وليس السريد المفلحة The visitor, الزائب، اللي وسطه، فاوند وجبه Easy, no difficult من السمولة للصعوبة أكيد الصعوبة to convey بأن يوصل the death of his friend's death موت صديقه نجي سئلها C هاي السي هي مرادفات، تلتقيها على شكل جمال جمال رقم واحد محمد خضير was a young man with a cruel experience تجنبه بسيطة in politics, the science and war and war والحرب الاختيارات موجودة B اللي هي هاي cruel عنها سبب ثانيا The swing is a sincere invitation دعوة صادقة to sustain لدعوة family life الحياة العائلية C support emotionally دعوة بتعاطف كذلك يسستاني ثانيا The visitor tried to tell the little girl الزائر حاول أن يخبر الفتات الصغيرة about her father as he sways hair عندما كان يارجحها in the swing في الارجوحة D رقم الثلاثة D moves slowly from side to side بمعنى أنه يسويس مرادفهم moves slowly from side to side أربعة He vanishes اختفى every time you open your eyes في كل مرة يتفتحين عيونك E Disappear suddenly اختفى فجأة خمسة The war leads to deprivation and destruction deprivation ومعنى depreviation اللي هو A Taking something necessary away from someone أخذ الشيء ما بالقوة مش أصل بها هاي بالنسبة المن إلى النمالج الخاصة بالسوك النمالج الخاصة بالكنالي أولا answer completely the following according to the tastes theكنالي number one You cannot imagine how wonderful he sang ما ممكن تتخيل إش قد كان غناءه رائعا اللي هي هناله refer to المن إلى الكناري وقلنا ليش قالت لي لأنه شخص عزيز عليهم أقدر أنطي الصفتي الشخصية personification على ما يكون كأنما بشعهم لأنه عزيز جدا how does the story of the canary end شنون انتهت هاي انتهت the death of the canary ووت الكناري what were the people carried away by بماذا كانوا ملهمين الناس بمن كانوا الناس ملهمين the people were carried away by the sound of the canary هنا الكناري صوت الكناري what did the canary do to attract the attention المانيك مارتين المانيك مارتين اللي هي المسوس الانسي ربك المنزين the canary what did the canary قلنا الانيك مارتين the canary hoped from members to another من غصى إلى غصى آخر an top again the parse وكان يقف against the parse ضد الأجزاء الخاصة بالقفص نجاسة او دوبار قفص وين ميسوسا عندما الانسى قالت عندما وجدته مستمقي على ظهره عيونه كان السوداء معتم هي عمت بأنه شنو هذا الكنار شديد دهت باتل The name المسمع to the right of the front door في أمان للأمان من الباب الأمان جهة اليمين من الباب الأمان Brought back يجلب The sweet memories الذكريات الجميلة الى The bird نصف للطائر الى الانسة صعبة وغلاط الصح كل ما تتذكر يعني كدوان اللي عاشتهم ولي هذا الطائر الانسة كانت سعيدة جداً لكي تمتلك هذا الكنار لأنها كانت تعيش لونلي وحيدة لأن لونلي كانت تعيش وحيدة لذلك من الجهة تقريباً وياها يعني كانت سعيدة لأنه كانت وحيدة في النجاح الكناري أصبح غير وحيدة People أول مرادة فرح نأخذ المرادة هنا الهولو اللي هو السي معناها having an empty space inside عنده مكان فارغ في داخله هولو خواء فراغ هنا He used to hop hop يقفز يقفز من مكان إلى مكان F الأف هي a small jump قجزة صغيرة ثلاثة I felt drossi نعاص نحسان during the burning خلال A feeling streepy when it's not the usual time to sleep الشعور الشعور بالنعاص عن دماننا وليس ووقت المناسب للنوم سمونا هذا drossi and 4 the death of canary was unbearable لا يمكن تحمله to missus the unbearable be so unpleasant غير سعيد or painful that you find it hard to accept من الصعوبة قبوله missus could scarcely look at the cage without the canary in it يعني بصعوبة deep hardly بصعوبة missus kept the cage of the canary needs e tagy need أو tagy يعني أنيق أو مرتب مرتب أو أنيق أوكي انتهت عدي هسا هنا النمار الجسل المزاري ومزارة الترمية الخاصة بالمنظور القرص الأدبية اللي هي swing والترمية مناسبة للتوفيق وأعيد مرة ثانية 10 مليون أي شعركم أنا حاضر بأي وقت شكرا جزيلا في أمان الله